اللي جاي ده انا عمري في حياتي ما شفته قسما بالله وما ظنش ان انت عمرك في حياتك شفته دولة عندها اتحاد كورة دولة كبيرة جدا في كورة اتحاد الكورة راح يتعاقد مع مدرب المدرب ده من اعظم المدربين على مرة التاريخ وتم التعاقد الموسم اللي جاي السنة اللي جاي يطلع رئيس الدولة يهاجم قرار الاتحاد بتعين المدرب ده يبدو الموضوع تلاصم لكن اللي يبهرك واللي يخليك تستعجب ان الدولة دي برازيل والمدرب ده هو كارلو انشيلوتي متخيل انه كارلو انشيلوتي المدير الفني حي الريال مدريد واللي تم الاتفاق معاه بشكل رسمي انه بعد نهاية الموسم اللي جاي يصبح هو المدير الفني للمنتخب البرازيلي كين كارلو فيطلع رئيس البرازيل في تصراحات ازعية والحقيقة هنا مش قادر افهم يعني هل ده يجوز اصلا يعني هل ده بيحصل انه الاتحاد يعين مدير فني على غير رغبة رئيس الدولة والفكرة ان رئيس الدولة طالع بيهاجم فبيكلم في الكورة يعني طالع بيهاجم القرار فبيشرح وانا ليه قلت كده تعالوا بصوا بقى السنب بتاعه ايه لولا دانسيلفا رئيس دولة البرازيل بيقول انا احب عن شيلوتي لكنه لم يدرب المنتخب الايطالي لو كان يود حل مشكلة المنتخب البرازيلي فلماذا لم يحل مشكلة المنتخب الايطالي الذي لن يتأهل حتى الى كاس العالم الماضية من السهل قيادة فريق في اوروبا مكون من 11 لاعبا دوليا بمنتخبات مختلفة الامر الصعب هو المجيء الى هنا وقيادة حتى كورينتيانز بغض النظر عن انه تدريب الاندية اصعب كتير من المنتخبات وانه انشيلوتي ما تولاش تدريب منتخب ايطاليا لانه لم يعرض عليه الامر في وقت وفي الاوقات التانية كان بيشتغل مع فرق كتير فما كانتش فاضلي الكلام ده وانه ايطاليا الاجيار اللي كانت موجودة ما كانتش تساعد انشيلوتي حتى لو كان موجود فغناية الموضوع غريب الاغرب بقى من داودة انك تلاقي اللعيب البرازيليين انفسهم تقريبا تقريبا هم اللي جايبينه يعني كابلهم بارح بيتكلم بيقوله خد بالك اللعيب هم الاساس وحظك ان البرازيليين اللي معاك في ريال مدريد او حتى اللي مش معاك في ريال مدريد لكنك دردتهم قبل كده موجودين انت لو فكرت تتعد من الخط الخلفي لحد المهاجم هتلاقي ميليتاو فينيسيوس رودريجو كاسيميرو دولة اربعة لعيبة ريتشالسون في ريال مدريد في ايفرتن سبق لي التعامل مع اللعيبة دي كلها فتكلم على خمس عناصر خبرة وممكن نكون ناسي ناس كمان اللعيبة دي في اوقات سابقة كلهم كانوا بيتباروا على ان هم يصرحوا دا الاعلام انه انشيروتي اللي جاي يعني دينيسيوس رودريجو نيمار ده خط الهجوم كاسيميرو نص الملعب ميريتاو في الخط الخلفي ريتشالسون موجود كمهاجم اللعيبة دي كلها كلها في كلامها على انشيروتي المحو انه ياريت ييجي وانه هيكون مكسب عظيم انه كارلو انشيروتي يكون موجود معانا وهنا حابب أتكى على الحتة اللي كل مرة لازم الرجل دا ياخد في حقه انه ازاي تصدع علاقة مع العيب كرة القدم الى هذه الدرجة قلت هنا قبل كده ان الراجل دا تعامل مع أصعب الشخصيات على مستوى العالم بنجاح كامل لما زلطني يقولك انا لو كنت اتدربت معاه قبل الكتاب اللي انا كنت كاتبه كنت قلت في الكتاب ان دا أعظم مدرب دربني في حياتي معا ان الراجل دا في يوم من الايام في غرف خلعنا لابس باريس حدف ازازة الماء في وشه متخير زلطني يتحدف ازازة في وشه فيها ماء ويطلع ايه كده هل سمعت كريستيانو بيتكلم عن سير أليكس شخصيا او زيدان او اي مدرب تاني ويقول عليه ان دا الشخص الوحيد اللي اتمنى ارجع اتدرب معاه قال كريستيانو دا على كارلو انشيروتي وشخصية متخيل نيمار اللي عنده مشكلة النهاردة مع الدرايب لانه اخد قطعة ارض بنى عليها بحيرة او حاجة شبه كده وعنده مشكلة كبيرة مع الدرايب انه نيمار شخصيته محتاجة كارلو وانه تغيير سلوك ونمط بعد اللعيبة وحتى المراكز الخاصة باللعيبة ونقطة فارقة انه رودريجو وفينيسيوس وجاين لها بعد شوية غالبا هيتغير مركزهم مع الرجل دا في ريال مدريد فلم تروح البرازيل انت مستف الرجالة انت الدنيا تمام لكن انا يتدخل رئيس الدولة ويخش ويعالج على اتحاد الكورة ويقول لهم قراركو خاطئ دا اول مرة في حياتي انا اشوف حاجة زي كده